محمد ناجي أهلا وسهلا ولد حارتي وأرى حتى منصور يا هذه المفاجأة دقيقة أستاذ ناجي دقيقة يا أستاذ ناجي هذه مفاجأة كبيرة أهلا وسهلا أستاذ منصور الذي يعني أنا أعوده في قناته أحمد حرقان أستاذ منصور محمد صالح وهذه القناة كم تعلمت من هذا الشخص بدون مبالغة الكثير والكثير الزوايا التي يتطرق إليها ولو كنت لاديني أقول سبحان الله سبحان الله الحلقة الفاتة دخل معنا أحمد حرقان هذا يصرني والآن عملاق آخر أستاذ تفضل قل كلمة بسيطة وسعطي والله آسف شكرا جزيلا أنا حبيت لأن أنت بالصدفة تطلع عندي لايب فقلت يعني أنا أحب قناتكم وأحب أيضا حواراتك يعني تابع أحيانا حسب وختي أستاذ الديب سامي الديب أيضا من الناس اللي أحبهم وأحسهم جدا وأشعر أن أرواحنا متقاربة ومشاكلنا وأراءنا وتصوراتنا لكل شيء متقاربة جدا وأيضا موضوع الحلقة أيضا استفزني أنا كنت مع أستاذ دكتور سامي الديب في سويسرا وكلمته عليك بأنك أنت أعطيتني مرة إذن سألتك هل بإمكاني أن أستعمل فيديواتك في قناتنا وكلمت معك يعني وذكرت اسم سامي الديب فقلت لي هو حبيبي عزيزي استعمل ما شئت فسامي الديب دكتور سامي الديب يعني أنت عنده في مقام عالي لا طبعا كده أنا كل شيء مفتوح لي ما عندي شيء ما عندي بلوكة شكرا جزيلا السيريان نيشن صديق أو صديقة حتى هو أو هي دخلت في هذا البتل أول لمرة حاميد بن حمو رأيته طلع ابقى معنا أستاذ منصور محمد الناس حسن شبكتك أستاذ منصور تفضل ودلو بذلك هو سؤال مثير يعني هل الدين هو بالضبط هو سؤالك الدين شيء خياري أو مجرد صدفة جغرافية هو سؤال قبلها لازم نسأل ما هو الدين لأنه حتى تحدث شيء أو تضع سؤال لابد أن تفهم ما هو مقصود بالدين ربما أنت تقصد شيء مختلف عن اللي في بالي وربما يعني رجل أو فهمي لهذا المفهوم أو الكونسيبت مختلف عن غيري فالمسلم يرى هذه العبارة بمعنى مختلف وأنا أراها بشكل مختلف لأنني أعتبر أنه عندي تصور خاص عن الدين بعد بحث طويل يعني فصارت أدي صورة معينة للدين ولا أستطيع فرضها على الآخر لأنه هو مسألة مختلفة هناك أبعاد كثيرة للمفهوم الدين مثلاً عندما تأتي على كلمة ريليجين أو هي الترجمة التي أصلها لاتيني تختلف تماماً عن معناها العربي أو حتى معناها الأكباري باللغة العربية أو بالدين الإسلامي بحد ذاته مفردة الدين أو مفهوم الدين عند الإنسان يعني كمعنى صلاحي أو معنى أيضاً مفهومي يختلف تماماً عن معنى ريليجين ريليجين بالأصل هي العلاقة من الربط والتراوط تيجي من الريليخي أو زوئي يعني زوئيس بالهولندي أتت من ريليجين يقول بعد هي العلاقة فهي بدت من شي شرون وبعد ذلك أثمت عليها القديس أغسطين أيضاً المهم الفكرة أنه عندما تحدث عن السؤال الدين مشكلتنا هي هاي هل الدين شيء خياري؟ أولاً لازم نحدث ما هو الدين بالنسبة للإسلامي يرى بأنه هو جزء من المكون أو المسيحي يرى بأنه جزء من مملكة هذا العالم مثلاً هو عضو من أعضاء هذا العالم وهو عضو في الكنيسة الكنيسة ليس بمعنى البناء معنى أنه هو جزء من الجماعة يعني بهذا السبب على هذا المبدأ أعرف الدين بأنه هو القطيع بالتالي هو ليس بشيء خياري بهذا المعنى عندما تيجي على المعنى الإسلامي هو الجماعة وعندما تيجي على يسمونها المسلمات الخمسة أو الراحة من بالي التسمية المهم الدني الخمسة أولوية الدين أولوية النفس والمال فهذه كلها تيجي بمعناتها أن الدين هو الأول معنى أنه القطيع هو الأساس فعندما بالمعنى اللاديني بالمعنى الوضعي أو وفق المنظور الفلسفي أو الفكري أو العقلاني بالطريقة لديكارتيه لابد أن تنظر الأمور بأن الدين هو يشكل الجماعة فهذا معنى يجب سحق الفرد يجب سحق كل ما هو فردي كل ما هو شخصاني كل ما يعبر عن ذات كل ما يعبر عن الفرادة أو الاختلاف هذا بالتالي هو خارج الدين هنا تحدث الشكال فعندما تقول أن هل الدين هو شيء خياري هذا الشيء خياري سيقوم على فكرة أساسية بأنه هو مسألة تتعلق بالأفراد ولما لا أستاذ منصور هنا هنا المشكلة المشكلة هو الدين موجود أصلا أو هو ظاهرة لا أقول أنه شيء اسم دين هو موجود هناك ظاهرة تسمى دين ظاهرة في مكان محدد في زمان محدد لجماعة محددة من الناس أو مجموعة هؤلاء لديهم معتقلات معينة يجيوا باعثين أو ناس متأملين متيرين للمشاكل من أمثالنا مثلا الذين ينظرون هذا المشكلة يسمونه دين بعض يسميه اشتراكية بعض يسميه شرعية بعض يسميه هندوسية هي نفس الميكانيزمات بدون أن نغوص في تفاصيل تتبع الإيديولوجيا ما هو أنت متعصب إليها أو الدين هنا تلعب نفس الميكانيزم الذي أريد أن أناقش هو على المستوى الفردي أنا أسمع كثيرا أستاذ منصور بأن الإنسان يقول لك أنا مسلم سني مثلا وأفتخر أو والحمد لله كما أنه يعني كيف نقول يرى أن الدين هو اكتسبه كفرد اختاره هو أو الله اختاره اصطفاه وهو وافق عليه هذا الذي أراه أنا في يعني محادثتي مع المؤمنين خاصة المسلمون منهم تقصد أن الله هو الذي اختار المسلم وهو الذي يفتخر بأنه متمي نعم الله اختارك كمسلم وأنت قبلت هذا الاختيار وبدأت تفتخر به وهذا صحيح هناك آيات تدعم هذه الفكرة أو هذه الحالة النفسية وكنتم خير أمة أخرجت للناس هذا صحيح يعني هي حلقة نعم أنا أساطرك أفكاري هو هذا كلام صحيح لماذا؟ لأنه الإنسان لا يولد إلا داخل الجماعة لأنه مستحيل تولد يعني كهكذا اللقلق يرميك من السماء وبعد ذلك تنمو لوحدك فبالتالي أنت يعني قطعة لحمة تم رميها جسد أو يعني بدي أو لخام لخام بالهولندي هذا لخام تم رميه في لحظة معينة وعليه أن يتفتح وأن يتطور وأن ينمو وهذا الشيء هذه الصورة غير موجودة يعني هذه الصورة الآن هي بالعصر يعني بعد ظهور الحداثة وبعد ظهور الفلسفات التنويرية وبعد ظهور ظهور ما هو فردي داخل الإنسان بتركيز على الفردية وعلى الفيرسوناليتي فهذا بس بالنسبة للمسلم بالنسبة لأغلب الشعوب الآن ما عدا الشعوب المتطورة المتقدمة بالنسبة لها هو جزء من جماعة فعدما يتحدث معك أو معي المتدين يتحدث باعتباره هو ممثل للجماعة هو وجه من أوجه القطيع أو الجماعة الدينية فقدما كان سؤالك راحت من بالي الفكرة الأساسية التي قلتها أنت ها فأقول أنه هو يرى أنه جزء من الدين هو راحت فكرتك أنه أنت بالبداية سؤالك كان هل الدين شيء خياري أو لا لا قبل آخر الفيدباك تكلمنا عن الفيدباك تداخلك كان عن موضوع محدد قلت به أنه المهم أنت قلت أنه المؤمن يرى بأنه الله اختاره هس يتهم نعم الله اختاره هو هذا صحيح لأن أنت عندما تولد وتنشئ داخل الجماعة وهي بالضرور الجماعة لا بد أن يكون هناك إحساس بالانتماء بدون إحساس بالانتماء لن تصبح مؤمناً بالجماعة ولن تستطيع الحياة إلا بإيمانك بالجماعة يعني الطفل عندما يولد يجب أن يتقبئ به يجب أن يتقبئ أمه عندما تقول له هذا جيد هذا غير جيد يجب أن يحضر عندما ينمو وينشأ ويكبر يبدأ يسمع من كبار القوم بعد ذلك هو يتشرب بأخلاق القوم وقيامهم وعاداتهم والمنظومة الرمزية ومنظومة الألاقات الرمزية التي يتبادلونها فيما بينهم فهي بالتالي هو يشعر بأنه يعني كما قلت الحمد لله نعمة الإسلام فبالتالي هو بالنسبة إلى هذا وجوده داخل هذه الجماعة هو نعمة كبيرة وليس لديه شيء آخر يعني ماذا يفعل يعني لا يستطع أن يتخيل نفسه هو هندوسي أو بودي أو هندي أحمر أو سكندنافي أو روسي هو موجود ضمن هذه الحلقة فبالتالي هو تعبر عنه تماما هو متطابق معها هناك أيضا تصور أنه فراد عالي لكن بالحقيقة الجزء الفردي بالإنسان هو لا يتجاوز في رأيي النسبة بسيطة يعني ربع ما لديك هو فيه لمساتك الخاصة لكن كل ما تبقى هو يمثل الجماعة التي تنتمي إليها هذا يخلي الإنسان دائما يحاول أن يبرز ذاته إذا الأخير يثبت بأنه جزء من الجماعة وجزء وفي ومخلص للجماعة نعم وليس بخيار فردي هو بالتالي أنت يجب أن تتمثل الجماعة في داخلك وأن تصنع ضمير الجماعة في داخلك وبعد ذلك يصبح هذا الضمير هو الذي أو التابت الذي تدور حوله مثل ما يدور الآخرين نعم يعني ممكن بعد ذلك الطقوس تاخد شكل أنه الكعبة مثلا القدس أو الشريم دائما تجد مركز المدينة كنيسة والناس يدورون حولها هو تمثيل رمزي لألاقة الفرد بالجماعة الموضوع فيه تعقيدات كثيرة المهم بالسؤال الأساسي هل يدي شيء خياري بهذا المعنى ليس بشيء خياري أنت تولد فيه هذا الذي الذي يكونك بالكامل فهو ليس بشيء خياري ولا أنت تستطيع أن تعيش وأيضا عندما تجي على المجموعة بأكملها هي ليست موجودة داخل الطبيعة أو في مكان محدد زمان محدد بفعل خيار بفعل ظروف جوية بفعل بفعل فيضانات بفعل تاريخ متراكم فهم موجودين في هذا المكان ومحكومين بشروطة بمناخة بأجواء بمشاكل بالأحداث التي التي وقعت في تاريخ هذه الجماعة ينا هنا الموارد الأولية فهذا كلها أنت أيضا ليس فالدين عندما يتشكل في مكان هو لن يتشكل بالطريقة نفسها التي يتشكل فيها في اليابان أو في شعوب الأنكا أو شعوب الأستك مثلا موجود كل مكان إلى دين الخاص وهو الدين هو الجماعة يعني معنى المعاني هو الجماعة على كل شيء أحسن تريد أن أعطيك مثال أنا شغلت طويل يعني سنوات في شرق إفريقيا ولاحظت أن المسيحية يعني في الجوهر هي مسيحية كاتوليك بتاعت روما ولكن حتى هذا الدين أخذ شكل شكل إفريقي محض يعني تكيف مع محيطه البيئة كما ذكرت و إلى آخره إذن أسنتج من كلامك أن الدين هو شيء ليس بخياري هو صدفة جغرافية بيئة محضة شيء الذي وقع أو يقع في زمان ومكان معين هل هذا التلخيص جيد هو صحيح لكن المشكلة عندما يتم هذا التثبيت التثبيت الدين عندما تشكل المشكلة وين يصير في لحظة معين في زمان معين أنت وجد الدين ظهرت وتكون وبفعل دربة مثل محمد طلع ظل 23 سنة الدئب مستمر تشكلت النواة الأولى للدين إذا خذناه بالمعنى الإسلامي هذه النواة الأولى بعد ذلك المشكلة بدأ يتلاقح مع الزمن هنا ستحدث الإشكال الخطير للدين وهو أنه يزعم بأنه شكل الجماعة ويجب أن تتوحز الجماعة ويجب أن تستمر بالطريقة وبالصورة نفسها وهاي كارثة الدين ونقطة الضعفة القاتلة ويقول بالمصطلح العلمي لأنا جاءتني تعليقات بأن أميل إلى الأكاديمية إلى المقاربة الأكاديمية أكثر نقول بأداء أي متدين يعني غالبا يعتقد أن دينه هو الحق ودينه هو شيء يعني هوموجين ولكن تقول هو هيتروجين يعني هذا الدين في النواة التي أسسه محمد يعني غيره أبا باكر شوية بشوية وعمر بن الخطاب والثقافة الأخرى بالدولة الأموية التي يعني كانت عندها اتصال بالثقافة الأخرى والدولة العباسية إلى آخر إلى آخر إذن الدين يتطور يتطور يعني تطور قاتل وتطور قاتل هو الفكرة أين الأساسية الإنسان هي مشكلة أين إنسان يريد يقرف أنه لا يمكن أن يكبر لا يمكن أن يقرر قرار نهائي فالدين يوفر له هذه الفرصة بأنه دائما يوفر له فرصة أن يتخذ قرارا حاسنه وهذه العملية لا تتم إلا بوجود نص مقدس هذا المقدس يتم الحفاظ عليه لكي رغم خاطر يعني عندما تمسك بقضية معينة مسألة خطرة جدا أنت تراهن على هذا المقدس وتخلص له وتفعل الأفائل وتسم مستعدا تضحي بنفسك من أجله هو ليس بهدف أن أنت هو مو مسألة إخلاص المقدس هو مسألة فقط حسم إشكال لأنه إنسان في أي لحظة أمامه ألف أمكانية لإصدار قرار محدد يعني مثلا ممكن تجاه اليمين على صعيد على الاتجاهات بأي لحظة مليون مليون ريأكشين عندك لكل فعل هو كيف تسل لا يمكن لابد أن تثبت نعم نعم والقباسة يعني يشترط فيها هنا حتى أن تكون هذه المنصوص ثابتة أو جامدة أو نحن نفعل المستحيل لكي نجمد هذه المنصوص لأننا لا نقبل هنا الحركة وكل الحركة هي نراها كتهديد لنا تهديد لأفكارنا تهديد الكيان هو القائمين على الدين يعرفون هذه الحقيقة يعرفون أنه لا يمكن تثبت لكنه ما أدو بخيار آخر لابد أنه مجموعة من الناس يعني مجموعة ألف أو مئتين أو خمسين أو عشرين أو مليون لابد أن نثبت لابد أن نراهن ومن هنا تصدر فكرة القربان القربان يقول لك نحن لابد أن نضحي عندنا نسبة خسائر ما عندنا مشكلة وهذا القربان نقدمه لكي ندفع ثمن التثبيت نعم لصالح بقاء الجماعة نعم لأشياء معقدة ليش هذه النظرية التي أطرحها تفسرنا كثير من إشكالات نعم تفسرنا لماذا عنيب ومتصلب ويرفض أي شيء تجي الطيارة يرفضها بايسكير يرفضها نعم حتى المصعد حتى المصعد أي شيء لأنه هو يريد يثبيت هو يريد يعني مرض التثبيت محاضر في دهنا أستاذ منصور الكلام يعني شيء جدا جدا في هذا الموضوع ولكن ولكن في الخاص خليلي رقمك أنا يعني رسلت دعوة مثلا لأحمد حرقان وآخرين وأنا أريدك في حلقة منفردة وننظمها لكي نتكلم عن هذه المواضع وهذه ولو كلفتنا حلقتين أو ثلاثة حلقات ما أدر حاضر على هاي مجرد نحدد للمحاور حاضر نحدد المحاور ونخصص يبقى معنا لأن أستاذ محمد ناشي كان يعني عندك مشكلة في الشبكة فليات شكرا لإخوان كذلك أستاذ منصور نعم أتابعه من حل الآخر السفيد من معلوماته ومن أفكاره شكرا لتواجده معنا كذلك الأخ حمد وإخواني جميعا نعم أنا تفق سيد دوان معك أننا نولد في مكان نرس الدين ونرس اللغة الثقافة والمعرفة هذا صحيح لا يمكن أن نكر هذا ولكن أنا أن الإنسان ممكن أن يختار دين آخر ممكن مثلا أنا أتكلم من خلف الإسلامية فهناك آيات تقول فمن شاء فليومين ومن شاء فليكفر أو الآية التي تأتي من معنى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يكفر نعم وهناك كذلك آيات أخرى غير هذه مثلا فذكر هذا الدين وهو تذكره فقط تذكر إنما أنت مذكر ليست تعالين بمسيطر آيات أخرى تقول ليست تعالين بوكيل إذن هذه آيات ممكن نستهد عليها لنثبت الفرية أن الإنسان على الأسف هناك المؤسسة وهناك السلطة وهناك المصالح هؤلاء هما المشكل ليس في الدين المشكل في الدين نعم يرتزقون بالدين كدين ممكن تكمل هل تقول أستاذ منصور أن هذه آيات لا تعطينا فرية لا لا قصد قلت الآية بس تقولها كاملة فقط معنا الذي يريد يقول أستاذ منصور وأنا أعرف جيدا أنت أولا تقول السلطة وإذا عرفنا السلطة تقول رجال الدين والأظهر والقراويين وكذا ولكن القرآن نفسه سلطة وإذا أنت سندت إلى هذه السلطة وذكرت منها الآية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعدها تطليها آية مليئة بالتهديد الذين لا يؤمن الذين يكثرون إنها عددنا نعم نعم هذه مشكلة أستاذ منصور هنا إن أعتدنا للظالمين نعم الظالمين وعطوا 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 بما بما أنك المهل يشوي يشوي الوجوه الطبري وابنه كثير فسروا الظالمين هنا بالكفار فهذه الآية متكاملة لا يمكن أن نأخذ هذه الحتة هذا قصدك فأول أنا أريد أطالب أنه الآية كاملة حتى بعد ذلك يتم التأسيس على الفكرة الذي أريد أن أقوله أستاذ ناجي هل لازلت معنا يعني تحرك يدك لكي يعني صورة جامدة الذي نريد أن نقوله هنا أنت يعني حسب خطابك فهنت بأن الإسلام يعني مع حرية يعني أن تبدل دينك وسدلت بآيات ووحدة من هذه الآيات تبرهن العكس وهنا تجعل القرآن أو هذه الآية سلطة سلطة عنيفة جدا نحن نرى إذا قرأنا القرآن أن الإسلام لا يوافق أن تبدل دينك لا يسمح لهذه الحرية وإذا رأينا إلى السنة الصحيحة هناك حديث الرسول يقول اقتلوا من بدل دينه فاقتلوا ولكن خلينا من الحديث ولكن هنا لا يوجد هامش يعني الحرية أن تبدل دينك في الإسلام ولكن هذه مناقشنا مناقشنا قصير أستاذ ناجلك يعطي الكلام لحمد بن حمو هل مثلا السؤال هو هل الدين شيء خياري أو صدفة جغرافية بحثة أنت ولدت في المغرب إذن أنت مسلم إذن إذا كانت صدفة جغرافية يعني عقلانيا يعني خارج عقلانيا صدفة جغرافية بحثة فلا يمكن أن هذه الصدفة تكون لها علاقة بالحقيقة التابتة الجامدة المقدسة لأنها صدفة إذا أنت كنت ولدت يعني قلت في إينيا أو في سرلانكا وكنت بودي أو هندوسي من الأحسن فأنت ستدافع عن دينك بنفس الشراسة بنفس الحماس كما أنك تدافع الآن عن الإسلام وإذا قلت أنك لا أقصدك أنت شخصيا أقصد التجربة بإمكانك أن ترد على قولي هذا في دقيقة لأن أنا رأيت أستاذي الآخر نعم نعم فمن حق البودي أن يدافع عن بودي لا 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 مش هذا تصور معي أنت ولدت الآن أنت تدافع عن الإسلام والإسلام يعني عندك تصوره خاص بك جميل جدا ولكن يعني تخيل معي أنك أنت ولدت مثلا في سرلانكا وكنت هندوسي فكنت يعني ستدافع كمحمد الناجي عن الهندوسية بنفس الشراسة وبنفس الحماس الذي تدافع به الآن عن الإسلام ما العلاقة بين الحق والحقيقة ترد على يعني على كلامي هذا نعم أنا الأديان كلها ولو أن أنا أقول مثلا هناك دين واحد دين إسلام أنا أداق دين إسلام حتى مثلا البودي أو الهندوسي إذا كان مسلم فهو فهو يقول أن هندوسيا ولكن فعقرا مسلم أن الإسلام هو من أسلم وجه لله والله هو الحقيقة أنا بالنسبة من أسلم وجه الحقيقة فهو مسلم ماذا ماذا نفعل بeler الإسلام الخمسة مثلا شهادة اللا إله اللا شهادة اللا الله أن محمد رسول الله هو شرط بين قوسين شرط الأول من الشروط أن يجعلك مسلم والآن تقول أن الهندوسي بدون شهادة أن لائله الله أن محمد رسول الله حتى هو مسلم través والتراث الإسلامي والقرآن إذا قرأته يعني التي نزلت نزلت على محمد هذا هو الإسلام كيف نقول النسخة الأخيرة والنسخة الصحيحة مش الهندوسية مش المسيحية التي يسميها المصارى مش اليهودية كلها حرفت هذه المسألة عندنا ولكن أقول خليني أنا أنا أقول لو كان الدين اختياري لبقي في المكان الذي انتج فيه والناس تذهب إليه كما نذهب إلى البحر باختيارنا فإذا جاء البحر إلينا سوف لن نكون مختارين أنه جاء إلينا بل جاء لغرقنا أظن أن الدين هو الذي يريتنا ويرت أجدادنا ويرت هويتنا لكن يخير ثقافتنا يطمسها يعني يحرق المكتبات يضحي بالمفكرين الذين يحاولون الاختيار إلى آخرين ليكون يعني مفروض عليهم وحتى يعني فيه ذكاء أنه جعل كثير من المدايب في نفس الدين أنا لا أريد أنا كثير من المدايب في نفس الدين حتى أني قلت أنا لا أريد أنا أكون يعني السنية سأكون قرآنية لا أريد أنا أكون قرآنية سوف أذهب إلى صوفية يعني ترك لك مجالات لكن أغلق باب الخروج من الدائرة الحمراء التي رسمها لك أعطي الكلام لإني دال رسم السادي عزيزي حبيبي تفضل الحب والفن أستاذنا وإخونا منصور الناصر حميد بن حمو وجميع المتابعين والصديقات والإشجاد حقيقة أنا حبيت أثبت وجودي في القطار وجدا سعيد بتواجد الصديق والأخ والإستاذ منصور في القطار أيضا يعني أنا أحب أنه تزداد عدد المسافرين أو المشاركين في القطار هذا شيء جدا مهم ومن نوعيات جدا رائعة ومؤثرة في المجتمع وفي الثقافة بكل تأكيد بالنسبة لي أنا شخصيا يعني بكل تأكيد بمعنى ليس الجذب المطلق ولكن الدين في مجتمعاتنا هو شيء ليس خياري بالمطلق خليني استخدم الكالينة نحن ليسنا مجتمعات حرة لكي نختار لا هو بالنسبة لنا تولد من أبوين على دين كذا أنت حتما يعني حتما مع صدفة لا يوجد هنا صدفة أمر حتمي ستتسجل على حساب هذا الدين وستخلق وتهزب بهذا السلوك أو بهذه المنظومة وستدفع عنها وستتبع هذه العقيدة وتتبنى أفكارها وكما شرح الأخ منصور واستفاد يعني باختصار عمليا أنك أنت ستصبح مدافع لتثبت حقيتك بالانتماء وجدارتك بهذا الانتماء وهي تكمل الخطورة أنت لست حر على الإطلاق في هذا الخيار لم تختار هذا الخيار هي ليست فلسفة أنت تنتمي لها هي منظومة حتى في المجتمعات الغربية عندما تنتمي إلى الدين أنت ستنتمي إلى الجماعة هو ليس أمر فردي ستذهب إلى الكنيسة لأن اخترت هذا الكنيسة الفلانية الإنجلية أي أن يكون المسمى أو الطائفة الدينية ديانة إسلامية أو أي يكون من الديانات حتى الطرق البوزية يعني أصحاب مدارس معينة ستسلك سلوكها ستنتمي إلى هذه الجماعة وستصبح لا إراديا تتصف بأخلاقها وتدافع عن هذه الأخلاق تدافع عن هذه المنظومة وتبشر بها يعني الدين أنت لم تبشر به يعني أصبحت متخازن يعني يجب أن تبشر به الجماعة اليهود لا يبشرون مثلا لا يبشرون اليهود ولكن الامتماء نسبي يعني كيف ألبشر ليل نهار كل المنابر تبشر باليهودية حتى الإسلام يبشر باليهودية الإسلام هو أكبر مبشر باليهودية نعم مليئ بيابني إسرائيل نعم بكل الأفكار يعني هي تمشر لا يمكن اليهودية تمشر باليهودية ولكن الانتماء لبني إسرائيل هو الممنوع أنت ما فيك تنتمي إلى بني إسرائيل اليهودي هم يبشرون يعني حتى إذا بيطابع برامج يوتيوب لا يبشر ويقل لك شو هي عقيته وشو هي محتوياتها ويشرح ويقل فخر مثل المسلم ما عنده مشكلة يعني بيقلك أنت لازم 93-24 حتى تصير يهودي تتعلم اللغة تتعلم العقيتة تتعلم التفاصيل لا كنت أعرف هذه المسألة صراحة لا لا فيك تصبح في الدين اليهودي تصبح يهودي ولكن لا يمكن أن تنتمي إلى عشيرة إسرائيل الأصباط يعني لا يمكن هذا انتماء عرقي هذا ليس انتماء ديني حتى يعني مشان هيك ممكن تلاقي الإسرائيلي كافر ما في مشكلة أن يكون إسرائيلي كافر ولكن ينتمي إلى بني إسرائيل هذا انتماء مثل تقول أنا إنسان عربي ولكني ملحد ممكن أنا أقول أنا إنسان سرياني ولكني ملحد لا أنتمي إلى عقيدة لأنه هذا من عقيدة هذا انتماء جماعة يعني عرق يعني شيء من هذا القبيل الحاجات الشخصية للإنسان بالدرجة الأولى يعني أو الويات الإنسان هي صحته جسدية والنفسية وعلاقات الشخصية والتنمية الشخصية والهدف اللي بدي يتوجه له ينتمي إلى هدف أو يضع الإنسان هدف أمام عينه سيتبنى هدف الجماعة يعني هدفه الفرعي بأن يكون تاجر على سبيل المثال يجب أن ينصاب ضمن الجماعة بالتالي فلا يوجد خيال حتى بطريقة نظمه الاجتماعية وحتى علاقته الاقتصادية اليوم تتغير الأمور يعني نحن لا يمكن أن نقول أن الأمور غير خاضعة للتغيير لا على الإطلاق هذا هو الصراعات اللي ممكن تجدها في شرقنا ستدوم هذه الصراعات بين الأديان وبين الاقتصادات وتتهم الناس الخارج عن المنظومة الاجتماعية إن كانت ضيقة أو أوسع جماعية عامة أو جماعية ضيقة بالخيانة أو بالعمالة أو بأي شيء يكون أو بالكفر أو بالإلحاد تجد هذه الاجتماعات في مصر أكثر ما يمكن أن تجدها لأن مصر سواقد مجتمعات الشرق بالتعبير عن ذاتها إن كان دينيا وإن كان لا دينيا يعني أنت ترى المستويين بينما الأطار الأخرى ليست على مستوى مصر من التفاعل الفكري بين بعض نحن لا نعلم على حجم أي فئة أكثر ولكن تجد التفاعل كثير في مصر خياساً بسوريا والعراق والمغرب المغرب ذات توجه واحد يعني تجد التنصر يأخذ التوجه الأكبر وليس الحال يأخذ التوجه الأكبر ما في توازن بينما في مصر توجد توازن ما أن هناك بكل الحركات كلها بنفس المستوى التصاعات يعني كانت إسلامية أو مسيحية أو لا دينية هذول الأطار يعني الأكثر أو فلسفية حتى لا تجد حتى الفلسفة لها إطار في الفكر المصري وبينما لا تجد عندنا إلا قلائل اليوم يعني ترى في العراق الأشخاص معدود يعني في العراق عندها التوجه الفلسفي هو الأهم وليس قضية الإلحاد أو الدين هو المهم في العراق نعم تجد بينما في سوريا غائبة عن الحضور الثقافي بهذا الإطار لها أزمات مختلفة يعني معزورين بشكل أو بآخر الآن نعم الكل بإمكانني يسنتج أن الدين ليس شيء بخياري وليس بصدفة جغرافية محضة فقط هناك عوامل كثيرة كما سمعنا من أسد منصور التي تلعب في تطوير وتغيير وتكوين هذا الدين يعني هذا هذا باختصار لكن سؤالي الآن هو هل الدين الآن ضرورة عندما نتحدث عن الضرورة أتساءل عما إذا كان الدين شيئا لا غينة عنه في حياتنا كأفراط ومجتمعات أنتم قلتم كلكم بأن نحن يعني حيوان أو كائن الذي يريد أن ينتمي إلى جماعة يعني في الغريزة عندنا في الدياني وأرى أن البعض يرى أن الدين يوفر بوصلة أخلاقية مثلا لكي ينفي معكم بعيد ويعطي معنى أعمق للحياة ويخلق شعورا بالانتماء والأمل كما رأينا في المقابل هناك من يعتقد أن الأخلاق والمعنى يمكن أن يتم بناؤهما على أسس أخرى غير دينية مثل الفلسفة الإنسانية أو العلم أو التأمل المحت مما يطرح تساؤلا عما إذا كان الدين فعلا ضروريا أم مجرد اختيار بين بدائل متعددة كثيرة التي لا تحصى أعطي الكلام إلى محمد الناجي و بحاجة إلى الدين وخصفا مثلا الإنسان مثلا الإنسان وجد نفسه في جماعة مثلا أنا وجدت نفسي في هذا الدين وفي هذا التقاف فيصعب عليه مثلا أن أخرج ولكن بعض الأشياء يمكن أن تصلح بعض الأشياء التي هي غير مثلا بنت التاريخ وبنت الفق القديم وبنت أشياء ربما سلطوية مصلحية نجي نظر للوقت أن تترى الدين ضرورة لسبب واحد لبعض الناس لبعض الناس لسبب واحد أنه يمنح هذا الفرض الذي في حاجة إلى الدين القمأنين والسكين وتعطيه الطاقة إيجابية لكي يعيش بطريقة كريمة نعم اختصرت هكذا شكرا شكرا محمد ناجي بتواجدك معنا أعطي الكلام لحميد بن حمو وبعد نضال وسأعطي لأن داء هذه ثقافتنا في هذه القناة سأعطي مسك الختام للضيف الجليل الذي فاجأنا مفاجأة جميلة أستاذ منصور حميد بن حمو إذا حدفوا الدين ووضعوا في مكانه الفن والموسيقى والفلسفة إلى آخره سوف يكونوا مضطرين لإنشاء جيل جديد من الناس يحاسبوا الحكام على الديمقراطية وعلى الحقوق وعلى كده ويدهب للمحاكم ولا ينتظر الحكم الله هو لا يشتكي لله فقط لأن لماذا نترك الدين لأن رغم الظروف المزرعة للمؤمن فهو يقول الحمد لله الحمد لله وحتى ذلك الطاغ حين يفعل أشياء خبيثة جدا يكفر عن دنبه بالذهب إلى الحاج أو بالصوم أو بصدقة أو كده أنا يعني هجرت دين منذ أكثر من 40 سنة ولم يعني ينقصني الشيء بالعكس أصبحت قيمي أحسن مما كنت عليه لأن تربى عندي الضمير 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 هذا الضمير يؤنبني في أي وقت عمل عمل يعني يسئ لإنسان آخر أو لحيوان أو للطبيعة أو كذا أو كذا أظن أن هذا الضمير أحسن من الدين وهو يساعد الإنسان على فهم الألم الذي يمكن أن يسببه للآخرين وبالتالي يتخلى عنه ولا يمكنه أن يعني يجتزه بصلاة أو بدعوات أو كفارة أو بحج أنا أظن أن الديانات تساهم كثيرا في الغفران للمجرمين وبالتالي يعني تجعل من الشعوب شعوب إجراميا ويكفي أن نرى ما يقع في الولدان التي يكثر فيها الدين يكثر فيها الإجرام فلنقولها الصراحة قوة ولد حارتي شكرا على وجودك معنا أساد نيدال رسم هل الدين ضرورة وهذا السؤال إليك أقصده لا أتكلم عليك ولا علي على الآخرين يعني من وجهة نظر كيف نقول سوشيولوجيا من وجهة نظر يعني كما قال أساد منصور يعني شئنا أو أبينا الدين هي ظاهرة إنسانية هي معه وكانت معه يعني ولازالت معه هل الدين ضرورة يعني يخدم الإنسان أو بإمكاني يخدم الإنسان والمجتمعات تفضل هو واقع الحال الدين موجود يعني نحن بدنا نقول إذا بدنا ندرس أي مجتمع بدنا نقول يوجد ظاهر التدخين على سبيل المثال طيب بدك تخضي أنت على ظاهر التدخين أما التدخين هو ضرورة يعني هل التدخين ضرورة هل إدمان ضرورة يعني بدك تحاول تقول توازن الأمور تدرس هاي الظاهرة هل هذه الظاهرة أو المنظومة هي ضرورة للإنسان بالأساس أم يمكن الاستغناء عنها ما مساوئها يعني تحطها ضمن ميزان بالدرجة الأولى طالما هي الأديان تتناقض وليست يعني شيء فطري هي ليست شيء فطري بالفطرة بالفطرة المطلقة يعني نسبيا يعني أقول هذا الكلام نسبيا لأنه فيه شيء جزء من الفطرة أمر معقد أمر معقد يعني سيطول أشرح هون بهذا المجال لكن أنا أقول هناك أزمة عالمية فكرية بالأساس اليوم تطفح بنظام العالمي كل الأفكار على السطح وكل التناقضات تتفاعل بشكل أو بآخر وهي جزء من التناقضات يعني الدين ليس جزء من الاستقرار هو جزء من التناقض نجب نتداول بهذا المفهوم بالنسبة لي شخصيا ليس الضمير هو المعيار بالنسبة لي أنا شخصيا بالنسبة لي يجب تطوير منظومة الواجب والضرورة على مسألة الضمير يعني تغليب مسألة الضرورة والواجب في التفكير على مسألة الضمير لأنه الضمير يخدع الضمير هويان ما حسب التربية لتشعر بندم لتشعر بمسؤولية ما لتشعر بواجب ما إنما عندما تربى على منظومة فكرية مختلفة بإطار مختلفة يعني تنشأ عليها أو تنميها بزادة على ما هو الضرورة وما هو اللائق والواجب أن تفعله هذا أمر يختلف عن بحسك عن الدين تخرج من إطار الدين وتبدأ البحث بعقلانية مختلفة إنما إلى الآن كل المجتمعات تعاني من نقص في التربية يعني الدولة لا يمكن أن تغطي هذا الإطار لا يمكن فرضه على المجتمع وفشلت في المجتمعات بين قوسين الشوعية فرض هذا الإطار لأن هي كمنظومة متكاملة اقتصادية واجتماعية وتربية تربوية فشلت لسبأ أو لآخر مانا عميقة يعني ليست مجرد فلسفة لحتى تتدول هذا برأيي أنا المختصر للموضوع وأجدد تحيتي وشكري للجميع شكرا لك أستاذي وصديقي نيدال رسوم وكما تعودنا مسك الختام مسك الختام والرد لضيفنا العزيز أستاذ منصور ادلوا بدلوك تفضل عزيزي سأدلوا بدلوك تضحك على عربية أنا أعرف بالعكس عربيتك ممتازة ولغتك ونبرتك من أروع ما يكون بالعكس هاي ميزة يعني شكرا شكرا عزيزي بالعكس تصلتك ذائب المناسبة شكرا الموضوع هو شيء جدا وسؤالك هو أننا ندين حاجة بالعكس هو أنا أرجع عن الموضوع نفسه أننا مشكلتنا الدين مفهوم غامض فبالتالي يجب أن نعرفه جيدا يجب أن نحدد أبعاده وإطاره حتى بعد ذلك نستطيع أن لا نذهب بعيدا بالتأويلات والتفسيرات والتبريرات الدين حاجة أساسية لكل مجتمع لكن ما هو الدين الدين هو ممكن الآن الدولة الحديثة هي دين لأن أي نظام جماعي أو تجمع هو يسمى ممكن أن نسميه دينا لكن أنا أتكلم عليش قد أتكلم عن الدين الذي يعبد ويقدس كيف نقول كائن متافيزيقي إذا صح التعبير بعيد عنه يسمى ببيشنو أو الله أو يهوى هذا الذي أقصده أوكي هذا الإله هو الآن الوطن أيضا كلمة مقدسة أيضا ممفهوم متافيزيقي لا فرق يعني شو طرق بين العلمانية الوضعية الجديدة وبين الإله القديم الديني هو مجرد شيء كلمة الإله وحط مكانهم كلمة الوطن أو الدولة أو النيشن أو الديمقاطية مثلا نعم أو يعني أي مفهوم له نتائج اجتماعية نتائج جماعية هل هي غريزة أن الإنسان يميل إلى التقديس الشيء وهنا بإمكان أن نستنتج شيئا ما بأنه يحتاج إلى دين يعني القداسة القداسة شيئا ديمقاطية أو يهوى أو إله ومفهوم الإله هو كل شيء ما يعبد حتى أنا إذا كانوا ناس يعبدونني أسمى بإله وسؤالي أستاذ منصور هل نرى يعني ما عندنا أوراق علمية ولكن حسب تطلعاتك وملاحظاتك أن الإنسان بغريزته وبطبيعته يميل إلى التقديس الشيء الذي ممكن يكون أكبر منه هو عندما يتشكل مجموعة أنا أفترض أفترض بسيط جدا حتى نبسط الأمور حتى نفهم ما يحدث في التجمعات الكبيرة التبسيط البسيط مثلا إحنا نفترض الآن هنا عشرة أفراد وجدنا في مكان محدد أو وقعنا من طائرة أو وجدنا أنوية يعني موجودين في هذا العشرة لابد أن يوجد توجد منظومة شئنا بين منظومة علاقات تشكل هذه العلاقات بيننا وبالتالي لا نستطيع أن نتواحد أو نعيش معا إلا بوجود مقدس ما أو ثابت أو ثابت هذا الثابت إنسان مين مقدس إذا واحد أخرج على هذا الثابت فبالتالي يعتبر هذا الشاد أو خارج الصراط أو ما يسمع كثيرة أو مرتد أو خائن أو كافر هذه التسميات كلها فتبدي تنتظر حدود الألاقات حتى أنت تكون منتمي للجماعة فلابد أن تكون مؤمن بالثابت أو بالمقدس فبالتالي المقدس ضروري جدا المقدس هو الحاجة الحقيقية وليس الدين المقدس بمعنى الجوهري هو الحقيقة الدين ممكن يكون دين طقسي ممكن يكون دين مؤسساتي ممكن يتحول إلى دولة لكن الحقيقة الأساسية هي الإيمان مثل ما قال صاحبنا الإيمان والعمل الصالح طبعا هو خطأ محمد ناجي الإيمان والعمل الصالح والإيمان ما في العمل الصالح والإيمان هاي مسؤولة الذين آمنوا وعملوا صالحات فالصالحات هي الدين فقط يعني الصالحات هي الصلاة والصوم والزكاة والفرعب فالناس ستظن أغلب الناس ستظن العمل الصالح أنه تقدم خدمات اجتماعية أو هذا ما لها علاقة ساعد آخر وإلى آخر لا لا ما لها علاقة هاي مفهوم حديث جدا بالعكس المقروف بالدين أن تحكر الآخرين أن تكرههم أن تفعل الأفائل فيهم لأنهم من أنجاس الأنجاس هي علاقة بالصفة الحيوانية فعندما ينجس الآخر هذا معناها حوله إلى شخص غير منظمي فبالتالي الدين ما يهم هو فالذين عملوا الصالحات الدين القديم يؤكد على أنه ما يهم غير أنه الجماعة لا يهمه الأفراد الأفراد هم لو سقط المتاع أو ممكن تقديمه كهساء لكن المهم هو نرجع للتطور المهم الجماعة باقية القطيع القطيع متماسك وقال لي قدم خسائر مش مشكلة وهذه الخسائر ضرورية ولا بد منها لا مجال الصديق لني ظهر تحدث عن الموضوع قال أنه هناك أزمة عالمية كل الأفكار كل الأفكار موجودة على السطح وما على ذلك وقال بأن الضمير خاض على الضرورة أنا أعتقد الموضوع الأساسي الحاجة الدين هي حاجة كانت القديمة تختلف الحاجة المحاصرة ما دام الدين حاجة عندما نقول حاجة معناته أنه التجمع والجماعة هي الأساس كانت هذه الليلة الأولوية على كل شيء تذهب على كل الأدران يقول لك الأولوية للجماعة للكنيس أو الكنيسة الكنيس بمعنى اليهودي فالأولوية للجماعة هذا ما يأتي أفراد ويتحدثون هنا أو هناك هذا مدمر للجماعة تحدث لأنه أحنا علماء أدنى أو أدنى فكرة جديدة حبيبي اطلع برا لأنه إحنا في حالة يعني في حالة الضنك أو في أزمة مستمرة أزمة العلاقة بالموارد أدنى ناس اللي نوكلهم أدنى ناس اللي نتعاون بيناتهم أدنى منافسين في الخارج أدنى ناس تحاربنا أدنى زلازل أدنى مصايب يعني نعم واللاجئين وصلت العدد 180 مليون على الحدود العالمية هذا الآن الآن تخيل بالزمن السابق الآن هاي المشكلة المعاصرة فبالتالي الدين هو يهتاجها الآن الفرق الفرق الخطير بين قضيتين أساسها بين الديني والعقلي الإنسان كان مجغول بالديني وما زالت مجتمعاتنا مشغولة بالديني الديني يركز على إلغاء إلغاء العقل الصالح عقل واحد هو عقل الإله وعقل النبي أو عقل المصلح فبالتالي يختصر الجماعة تختزل نفسها في فرد واحد هذا الفرد هو محمد عندما تيجي على الإسلام تجد أنه محمد كيف كيف شرف كيف نام مع عائشة كيف صحة مع صفية كيف دار على سبعين أمرأة بغسل واحد كلها تتعلق مع محمد الكل يدور حول كعبة محمد أو كعبة الله ويعني الجماعة يختزلها الشخص واحد فبالتالي معنى معاني أنه يختزلها عقل واحد الذي اختلف بسبب الحدافة بسبب ظروف محدد معينة يعني أدي نوع مفرضية حول لماذا تطورت تطور الغرب وأصبح بحاجة لحدافة لأنه كان بحاجة لنظام الاختلاف الآن بين العقل والدين عندما احتاجوا للعقل هذا يطلب أفراد لا يمكن أن تشكل نظام أو سياسي أو دولة حديثة هي تشكل التقرائي طبعا الآن نقول حداثة لكن عندما نظر إلى الخلف نرى ظاهرة الحداثة لكنهم إلا ما كانوا يعني نعم 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 يعني يتراكمات وتطور الآن المرجعية للنظام النظام لا يقوم بدون أفراد ولا يقوم بدون أقول الأفراد الفكرة قبلها كانت أراها أراها مهمة جدا تقول أن النظام العقلاني فيما أظن أرى تدخل النظام العقلاني الإنسان يحتاج النظام يحتاج دين كان يقضي شيء أو قانون أو إطارات أو توافز لكن النظام الذي مؤسس على العقل والعقلانية لا يمكن أن يشرب من عقل واحد كمحمد أو فرد واحد يعني يحتاج عقول عديدة يعني ممكن شرح هذه ها هنا القضية هذا الفرق الهائل الذي لم يحدث في التاريخ المشرية في تاريخ جميع الكائنات الحية يسمون التطور التقافي في تطور البيولوجي يستمر هذا الدين هو أقصى قمة التطور البيولوجي الدين متحفظ يشكل جماعة يشكل قطيع ويظل هدفه الوحيد يحافظ على قطيع بغض النظر عن أي شيء العقل المشكلة القطيع يتشكل من أفراد بالمعنى المعاصر طبعا القطيع لا يتشكل من أفراد يتشكل من المؤمنين أو منتمين بالتعبير الديني أو بالتعبير التاريخي أما بالمعنى المعاصر أفراد هي كلمة حديثة حتى يشكل جماعة وإلا لنت تشكل جماعة لأن هناك جماعات أخرى منافسة لا يمكن وإذا بالأفضل الأحوال الدين اليهود حائط ضخم بينك ومن الجماعة الإسلام أجل أقل لك ممكن نتقبل آخرين يدخلون عندنا لأن يزيد من قوتنا وأيضا يقوم للآخرين لعداء لكن عندما أجل نظام الحديث وكانت هناك ضرورة للخروج من غرب أوروبا إلى العالم المختلف لأن كان طريق مزود إلى الصين وإنه اختعموا الظلماء بعض الظلماء كما يقولون اختعموا ووجدوا بعد ذلك ما يحتاج إلى بناء سفن بناء كل شيء احتاجوا العقل العقل الآن أصبح متاح احتاج الخبر احتاج الأفراد الآن الجماعة أصبحت لا تتشكل من أخوان ومؤمنين وأتباع ولا تتشكل من أفراد قطيع لا الآن أصبحت الجماعة سيستم سيستم يعمل مترابط أشبه عندما تفتح الآن الطائرة تجد عشرة آلاف جزء كلها تعمل سوية بنظام حتى هذا القلم الرصاص الذي تأمن فيه الرصاص خدموا عليه ناس والخشب ناس وذي الممسح ناس وهذا تقصد هذا وليس قطيع وليس قطيع يعني قطيع متماثل ومهمات متماثلة والعقل العقل الذي يعمل فيه عقل واحد لكن الحداثة ماذا فعلت غيرت يعني غيرت جوهر الفكرة جوهر فكرة التجمع أصبح السيستم هو الذي لا مناصر منه طبعا لا مفر السيستم هو الإله الجديد؟ هو الإله الجديد بالمناسبة لأنه لا يمكن بالعكس الإله الجديد أقصى وأكثر شمولية وأكثر قسوة من إله القديم إله القديم جدا بسيط بالعكس سادة جدا يعني ممكن تضحك عليه بكلمتين يعني ممكن تستخفر ممكن تسوي جراء كلها وبعد ذلك عفو الله عما سلف كان أبي يقول أستاذ منصور الهولنديين كان يتأمل يقول رضوان لهم سيستيم عجيب فريد من نوعه بدون رحمة طبعا هو الإله الشرير بمناسبة يعني يعني عدنا بالأرق نسميه السيد الميشور يعني ما بيخير يعني هذا السيد أو المقام هذا ما يشور يعني مثلا لا يوصل بالآخرين بالشر هذا ما بيخير يعني يعني فأحنا ليش نروح هذا هذا الإمام أو المرقة الذي لا يفعل شيئا يعني نحن نريد نقاذي الآخرين نريد نسخر من أيتهم نريد نحط من شأنهم نريد نستولع على ملاكهم على أشياءهم وهذا الإله طيب وحباب ولطيف هذا ما ينفع يعني شو أعمل بي يعني لا جدوا منه يعني حتى بالصين القديمة بتصير دراسات الأنسروريولوجية أحيانا الإله الذي لا يعمل جيدا يسحلوه في الشارع ويضربوه يعاقبوه يعاقبوه يعني نريد نرح نشوف النواعات لهذا يشوف تبديل الديانات القديمة مثلا هناك الآلهة محلية كما يقول إيماني والكانت دائما الآلهة آلهة الشعوب آلهة محلية لا نتجد على الإطلاق آلهة غير محلية هاي ملاحظة كانت الجميلة طبعا كتاب المشهور هذا الإله المحلي أحيانا مثلا تشوف في بابل القديمة يشوف حتى نربط بموضوعنا الأساس هاي دين حاجة أو لا هو أنا هذا دين ما انتهى هذا حاجتي فهذه المدينة الإلهة اللي ما يشتغل أو شفنا أنه نهزمنا من إلهة المدينة الأخرى فبالتالي هذا إلهة لا يعمل جيدا فمن الضرورة أن نعبد إلها آخر هو بمعنى أنه ننتمي إلى نظام آخر نعم والصفرية الأيروني هو أن هنا هذا الإله القوي الذي نريده يصبح خادمنا يعني نؤذره فإذا يعني ما الشغل هي الفكرة وين أنه هذا يعني كأنما أنت تطبق القانون مثلا الفرنسي فهكذا مثلا أو أنت الآن تطبق القانون الهندي فأنت تجي أي نظام يشتغل شوف النظام الذي أنت ما يشعليه تعبان أو سيء أو لا يعني أدى لنتائج وخيمة فتبدي الاحتجاجات داخل الناس إلى أن يختارون كانت الأمور ملحلحة يعني بسيطا وهذا حدث هذا فعلا حدث يعني أنا متأكد من دول شمال إفريقيا من المغرب إلى تونس يعني لما الشريعة يعني تظهرت وتقريبا اكملت اكتملت صلاحيتها يعني أدخلوا يعني قانون نابوليون القوانين القوانين الفرنسية دي ليسا هو القوانين الفرنسية الآن كل مشاعلي حتى نظام التعليم كل هاي الأمور أستاذ منصور أستاذ منصور والله نظرا للوقت لكي أنا 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 فهمتك ولكن أردت أن أقول شيء يعني الكلام معك ومعكم شيء شيء جدا أنا أريد أريد وعلي أن أختم لأن لا أحب أن الحلقة أن تطول أكثر من ساعة ونص وإلا يعني لا يوجد بعد ذلك مشاهد ابقى معي على سريم يارد بعد أن أختم أريد أن أشكرك وأشكرك وأشكرك أتحبتنا ونورتنا نجيدا أشكر حميد بن حمو وأستاذ ناجي وأستاذي وصديقي لدى الرسوم الذي آئمًا يتطرق إلى أي موضوع من زوايا مختلفة ومفاجئة أشكر الكل من سيسيف إلى أنا إلى كل أصدقاء الذي ساهموا وناقشوا على لايف تشات سأراكم سأراكم في الأسبوع القاضي يوم الأربعة في هذه القناة القناة الفلوريتاريا القناة المتمردين وأنا أأمل أن أستاذ سامي يعني صحته وجرحه يشفى لكي لأننا افتقدناه في هذه القناة لكي يظهر يعني عم قريب في قناته نسبوع جي أنا ما فكرت عندي عندي بعض المواضيع ممكن سأشرع ممكن ممكن أريد في التعليقات رأيكم أنا مهتم بالجنس في الإسلام يعني السكس في الإسلام يعني أن نغوز في هذه الرحلة كل مرة يعني طرأت أشياء كثيرة نبحث في هذا في هذا الموضوع في هذا الموضوع الشاسع يعني الجنس في الإسلام بعد الأحيان سأأتيكم بحديث صحيح نناقشه أو نفتحص أو ندرس القرآن و نحاول أن نفهم مفهوم النكاح أو الجنس أنا لا أدري أفكر في هذا في هذا الموضوع و عندي حلقة عن الزواج عنك حلقة عن الزواج آه واو و من حين إلى آخر يعني بعد موضوع وموضوع سأأتيكم بضيف أنا أرتب مع ضيوف كثيرين كما قلت في السابق و من بين الضيوف الذي أريد أن أستدعيهم وأناقشهم يعني في محاور وموضع كثيرة أستاذنا منصور مرة أخرى شكرا شكرا لكم جزيلا وأستاذ منصور ابقى معنا وليلتكم طيبة و شغف وحب مني إليكم شكرا مني شكرا